موسيقى أهلا بكم واستكمالا لشرح الوحدة الرابعة الحضارة الإسلامية وإسهمتها كنا شرحنا الدرس الأول لكم وكان عنوانه النظام السياسي والإداري وما كناش كملنا الدرس الأول بقول لكم اتطمنوا إن شاء الله الأيام جاية على خير بإذن الله وهنكمل مع بعض على خير وسيبوها لله وهتمشي وهتبقى أفضل من الأول إن شاء الله تعالوا أفكركم باللي احنا خدناها احنا خدنا أسس الحضارة الإسلامية ولو تفتكروا احنا قلنا بتقوم على ثلاث أسس الدين الإسلامي والشعوب الإسلامية اللي دخلت تحت راية الدولة الإسلامية واستفدنا منهم والانفتاح على الآخرين وقد إيه احنا استفدنا من حضارات كثيرة وأخذنا منها ما يلائم حضارتنا وثقافتنا الإسلامية وابتعدنا عن الغير ملائم منها دخلنا بعديها وتكلمنا عن خصائص الحضارة الإسلامية وذكرنا مع حضاراتكم إن هي ستة نفتكرهم مع بعض العالمية والوسطية والأخلاقية والواقعية والتنوع والشمول وكنا شرحناهم بالتفصيل وإن لي ما سمعشي المحاضرة دي يرجع يسمحها موجودة في الفيديو اللي قبل ده وتكلمنا كمان يا أولاد عن عناصر النظام السياسي والإداري في الدولة الإسلامية وكنت شرحت معاكم الخلافة والوزارة وكان فضل لنا الإمارة والدووين والقضاء والشرطة والجيش عشان نخلص الدرس تكلمنا عن الخلافة وباختصار قلت لكم إن فكرة الخلافة نظام سياسي وده اللي ابتكره المسلمين والخليفة باختصار كده رئيس للمسلمين عموما هو اللي بيرعى شؤونهم وبيحافظ على الدين والخليفة بيختار بعدة أوجه ارجع للفيديو اللي فات وإنت هتسمع الشرح إن شاء الله بالتفصيل اتكلمنا كمان عن الوزارة وقلنا إن فكرة الوزارة كانت معروفة في معناها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لفظ الوزير لم يكن معروف ولكن كان هناك مجموعة من الصحابة بتساعد النبي وبتقوم بدور الوزير وقلت لكم زي أبو بكر وزي عمر ابن الخطاب وهناك معايير الاختيار الوزير وكان شرحت لكم النص اللي قاله الخليفة المأمون وطلعنا منه بخلاصة إن هو لازم يكون حد مهذب مستقيم يتميز بالعدالة والتواضع وحسن الفهم والتدبير وأيضا حلاوة اللسان والبيان تعالوا بقى نكمل النهاردة مع بعض ونقول الإمارة ونشرحها إن شاء الله ويا رب بإذن الله الشرح يعجبكم النهاردة نسمي الله ونقول الإمارة على البلدان الإمارة وظيفة من الوظائف المهمة في النظام السياسي الإسلامي يبقى دي وظيفة أنا عين أمير على منطقة معينة أو إحنا بنسميه الوالي يا أستاذ الوالي ولا الوزير أهم الكتاب وضح وقال إن الإمارة مش بتقل خطورة أو شأن عن الوزارة يعني الاتنين مهمين جدا بالنسبة للدولة الإسلامية أستاذ فكرة الإدارة فكرة بتقوم على إيه فكرة الإدارة إن النبي صلى الله عليه وسلم يا أولاد لما هاجر من مكة للمدينة النبي بيأسس دولة والدولة يجب أن تدار على أسس صحيحة وسليمة وأنا لما بكون حاكم لمكان معين أنا مش هقدر أعمل كل حاجة لوحدي لازم أستعين بناس تساعدني وفكرة الإدارة إن أنا أمشي مصالح الناس إن أنا أسهل الأمور إن حد يبقى مسؤول عن مكان ويحقق للناس مصالحها فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة أو هاجر من مكة إلى المدينة فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر تفكير سليم عمل النبي صلى الله عليه وسلم أي قبيلة كانت تدخل الإسلام أو أي مدينة تدخل الإسلام سواء بقى كبيرة أو صغيرة سواء في الحجاز أو في أي مكان دخل في الإسلام طيب المكان ده مين اللي هيبقى مسؤول عنه كان النبي يعين أو يخصص لهذه المنطقة أو هذه المدينة أو هذه القبيلة عاملا عاملا يعني رجل مسؤول يقول له كده بقى أنت مسؤول على الناس دي تصلي بيهم وفي نفس الوقت تتنظم أمورهم وشؤونهم وتجمع منهم الزكاة يبقى دول كانوا بيشتغلوا كأدوات مع النبي صلى الله عليه وسلم في عملية الإدارة وكانت أدوات همة طبعا ومش أي حد كان بيوكل بهذه المهمة إلا لما يكون النبي واثق فيه وواثق في قدراته طبعا لما اتسعت الدولة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر الإسلام واتسعت الفتوحات الإسلامية فكان لابد من وجود في هذه المناطق البعيدة من يكون مسؤول عنها ومن هنا ظهرت فكرة أن كل إمارة يكون فيها والي الوالي ده يكون مسؤول عن هذه الإمارة ويأخذ أوامره من الخليفة يبقى الخليفة بيساعدوا مجموعة من الولاة الولاة دول بيعتبروا موظفين الخليفة بيعينهم في ولاياتهم علشان يقوموا بعدة مهاء إيه أهم مهمة هيقوم بيها الوالي؟ قاله والله هي مهم كثير هو هيقوم بحفظ الدين وطبعا خلي بالكو مش حفظ الدين وبس ده كمان بيقيم حدود الله ويعطي للأفراد حقوقها وده شكل من أشكال برضو حماية الدين والمحافظة عليه وده بيتشبه مع دول الخليفة عموما من تعرفين أن الخليفة برضو من وظيفه حماية الدين بس الخليفة مسؤول عن الدولة ككل أما الوالي مسؤول عن هذه الوظيفة في إيه؟ في ولايته الولاية دي ممكن تبقى مصر ممكن تبقى الشام تبقى العراق ومن ضمن مهمته كمان اجمع الدرائب منها بقى الخراج ومنها الجزية واجمعها ويرسلها لبيت المال مش بس كده لازم كمان لو في حكم انت بتاخد الحكم وتنظر فيه ومن ضمن مهمتك كمان تعين القضاء القضاء ولو في مجموعة من الحكام في أماكن معينة انت هتعينه في هذا المكان ما تنساش عندك جيش بتنظر فيه تدبير أمره وبتنظر في شأنه والوالي مش أي حد يتعين يبقى والي ده كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيضع اسلوب قاسي جدا يحاسف به ويسائل الولاي قبل ما تتعين عارف احنا بنسميه اقرار زم مالي انت كان عندك ايه او بتمتلك ايه وبعد ما تخلص مهمتك بقى معك كام احنا بنشوف هل هو يتربح من منصبه هل هو يحقق ثروات وحتى لو ما كانش قصده ان هو يكسب من ورا الثروة برضو احنا بنسألك انت جايب فلوسك من ايه وفي وقعة شهيرة سيدنا عمر بن الخطاب بيرفض الهدية من والي ازربجان اللي كان اسمه عدبة ابن فرقد الراجل بيدي لسيدنا عمر بن الخطاب خبيصا خبيصا يعني نوع من انواع الحلويات زي ما يكون حد كده بيهديلك ترطايا او دست الجتوء او هكذا فعمر بن الخطاب قال له لا رفض الهدية قال له ايه بقى قال له ليس من كدك ولا من كد ابيك ولا من كد امك يعني ايه يعني انت مش بتهديني شيء جاي من بيتك ده ده دي فلوس المسلمين عموما فادله نصيحة قال له اشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياكم والنعم يعني ايه معنى العبارة يعني اهتم بامور الناس وده اولى وخاف من كثرة النعم لان دي هتحسب عليها امام الله وعلشان تكمل المنظومة بقى يا ولادي الادارية في الدولة الاسلامية ظهرت فكرة الدووين بالراحة خالص بقى كده وهدى معايا فكرة الدووين اصلا هي فكرة فارسية ديوان كلمة فارسية معناها السجل او الضفط اللي احنا بنسميها دلوقتي الوزارة رئيس الديوان بيسوي كلمة الوزير في عهدنا دلوقتي الدووين ظهر جزء منها في عصر الخلافة الرشدة عصر خلافاء الرشدين يعني وجزء ظهر في عصر الدولة الاموية وايضا العباسية فكرة الدووين كترت امتى لا هي كترت في العصر الاموي والعباس طب ايه اللي خلانا نفكر في موضوع ان احنا يبقى عندنا دووين انا قلتلك هي منظومة ادارية وبتحتاج الى تنظيم احنا محتاجين ننظم دولة عشان تنظم دولة اداريا لازم يكون معاك ادواتك الدووين دي او استاذها هتنستفيد منها بايه ايه اسباب نشأة الدووين اول حاجة انت محتاج ترائب العمال والولاة المسؤولين عن الدولة محتاج تنظم الجيش وتعرف تفاصيل افراده محتاج كمان الفلوس اللي جيالك من الدولة الاسلامية الواسعة من كل الولايات تبقى عارف هتحطها فين وهتصرفها على ايه وخاصة مع اتساع رقعة الدولة والحاجة الى تنظيمها يبقى الدووين هنا اسبابها الرغبة في مراقبة اعمال العمال والولاة اتنين الحاجة الى تنظيم الجيش ومعرفة التفاصيل الخاصة بافراده تلاتة كثرة الاموال المتضفقة على الدولة الاسلامية نتيجة الفتوحات اخيرا اتساع الدولة والحاجة الى تنظيمها هي البداية كانت في عصر عمر بن الخطاب لما اشار عليه بعض الناس ان احنا لازم يبقى عندنا دووي اللي حصل ان سيدنا عمر بن الخطاب ظهر في عهده ديواني ديوان العطاء اللي بيسموه الجند ديوان العطاء او الجند اللي تننصح فكرته ايه او مهمته ايه ده يبقى عارف عدد الجنود وكل المعلومات عن الجنود مش عايز اقول لك كمان كل عسكري طوله قد ايه مرتبه اللي بياخده دخل الجيش راح فين لدرجة كانوا بيعملوله حاجة اشبه بكشف الهيئة كده يعرفوا اسرته يعرفوا كل حاجة عنه من الناحية الاجتماعية يبقى اللي انشئ هذا الديوان عمر بن الخطاب كان في ديوان اسمه برضو في عهد سيدنا عمر اسمه ديوان الخراج خدوا بالكو علشان فيه معلومة هنا بعض الناس بتغلط فيها هو على فكرة ديوان الخراج اسمه ديوان الجباية لمعلوماتكم هو كان مهمته تنظيم الخراج في اقاليم الدولة سواء بقى الدولة الاسلامية بشقايها اللي موجود في الشرق او في الغرب لان احنا كان فيه فتوحات كثيرة في تلك الفتر فكرة الجباية يعني اي فلوس هتدخل للدولة الاسلامية يعني جايالنا بقى من اي مكاء سواء بقى فلوس زكاة خراج او الجزية او العشور او 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 دي لسه كلها اشرحها بالتفصيل هذه الاموال بتتحط فين في ديوان الخراج احنا معنا فلوس كتير محتاجين ان احنا عنها او مين اللي يبقى مسؤول عنها يبقى ديوان الجباية او الخراج يبقى سيدنا عمر بن الخطاب في عهده كان فيه ديوان العطاء اللي هو الجند وايضا ديوان الخراج وخدوا بالك عشان الاختيارات لما جات الدولة الاموية ظهر ديوان اسمه ديوان الخاتم جاء من كلمة الختم وده كان في عهد معاوية ابن ابي صفياء ايه فكرته فكرته ان الرسائل كانت ممكن تتزور يعني انا ممكن ابعث لك رسالة ابعث لي مئة الف دينار فانت ممكن تقوم معدلها وتاخد مئتين الف او تلتم مئة الف وهكذا فتحصل مشكلة انما لما كون انا كاتب الرسالة والرسالة دي ملزوقة عليها شمعة احمر وانت تنيها كده طي الرسائل وبحيث ان انت الرسالة دي لما تشمعها وتحط عليها شمعة احمر لو حد فتحها انت بتكتشف ان هو فتحها وبالتالي هذه الرسالة تبقى مزورة هي دي فكرة ان يبقى فيه ديوان اسمه الخاتم منعا لتزوير الرسائل او التعديل فيه فيه بقى ديوانين برضو في عهد معاوية ابن ابي سفيان ديوان الاموية واعرف الفرق بينهم ديوان اسمه البريد والاتصالات وده كده على بعضه وفي ديوان اسمه الرسائل والانشاء ده برضو لوحده يعني ما تخلطش الاتنين ببعض ديوان البريد والاتصالات ده كانت مهمته ايه بالزبط قالوا تأمين طرق مواصلات البريد تاني تأمين طرق مواصلات البريد البريد اللي هو الرسائل عشان توصل من مكان لمكان احنا محتاجين نأمن الطريق بتاع هذه المواصلات فدي مسؤولية هزا ديوان ومش بس كده ضمان نقل المعلومات والاخبار من مكان لاخر في الدول يعني ايه يعني ايه تأمين نقل المعلومات والاخبار يعني محدش ياخد اي رسائل ويحاول ان هو يخبيها او يحاول ان هو يمنع وصولها وهكذا دي مهم الديوان البريد او الاتساط انا قلتلكو حالا ده كان في عهد معاوية والكتاب مش كاتب في عهد اما ديوان الرسائل والانشاء انتوا عارفين ان الخليفة ده يعتبر اهم شخص من النحة السياسية على مستوى الدولة الاسلامية والخليفة بيدير الدولة عن طريق رسائل بيرسلها المين للولاة او هم ساعد بيبعثوا للخليفة يطلبوا منه حاجة يبقى سواء هو بيبعث لهم او هم اللي بيبعثوله فكان لازم المرسلات المهمة دي اللي يقوم بيها ديوان متخص سموه ديوان الرسائل والانشاء ليه لانه بيشرف على الرسائل الواردة من الولايات الى الخليفة يعني كل الولايات بتبعث للخليفة او الخليفة نفسه هو اللي بيبعث الى الولاة في هذه الولايات وساعات بنسميها الامصار معلومة كده ليكوا كده على الماشي عشان برضو المعلومات العامة لازم تبقى مهمة بس مش مقيدين بها في الامتحاد هو يا مستر ازاي كانت الرسائل هتتبعت طبعا كانت بتتبعت يا ام عن طريق البر وده اللي كان الاشهر او عن طريق البحر وده لو ان البر هيبقى المشي فيه صعب وبعد كده بقوا يستخدموها عن طريق الجو واحد يقول اللي هو كان فيه طيارات لأ كانوا بيبعثوها عن طريق الحمام الزاجل وده كان مشهور جدا في عهد الدولة الفاطمية وخدوا بالك كمان لازم اللي يكون مشرف على كتابة الرسائل ديت لازم يكون حد ثقة جدا والخليفة يسق فيه للغاية يبقى نلخص كلامنا الدووين اول ما ظهرت ظهرت في عصر الخلفاء الرشدين سيدنا عمر تحديدا هو اللي ظهر في عهده ديوان العطاء او الجند وكذلك ديوان الخراج وفي عصر الدولة الاموي وتحديدا في عهد معاوية ابن ابي سفيان ظهرت عدة دووين اللي هي ديوان الخاتم وديوان البريد والاتصالات وديوان الرسائل والانشاء حتى بس ملحوظة بسيطة ان عبد الملك ابن مروان في العصر الاموي لان في دووين التعاملات فيها مش باللغة العربية تبليع مستر لان احنا في البداية كمسلمين فاتحين ارتقينا ان اهل المناطق دي اللي احنا فتحناها هم قادرة بالمعاملات الحسابية في مناطقهم فكانوا بيتكلموا او كانوا بيستخدموا لغتهم سواء كانت بقى فارسية في العراق او كانت يونانية قبطية في مصر او يونانية في الشام فسيبناهم لفترة طويلة وخاصة في دووين الخراج اللي هي بتاعت الجباية هما اللي كانوا مسؤولين عن النواحي المالي لما جاء عبد الملك بن مروان شاف ان ما عادش في ضرورة خلاص ان الدووين دي تفضل باللغة بتاعتها وخاصة ان احنا بقى عندنا ناس شطرة في عمليات او العمليات الحسابية فامر عبد الملك بن مروان بتعريب هذه الدووين وخاصة الخراج زي ما انا قلت الخراج وده ديوان بتاع الجباية وجعل التعاملات فيه باللغة الايه العربية تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن النظام القضائي من اهم واخطر المناصب اللي كانت بتتبع الخلافة هو النظام القضائي لان النظام القضائي بيشرف على امور اخرى مهمة يعني كان يشرف على الاحباس الاحباس دي يا مستر اللي هي الاوقاف اوقاف الخاصة بالمساجد واراضي الخاصة بالكنائس وهكذا ويشرف ايضا على الحزبة ومهمته الفصل بين الناس في الخصومات والنزاعات طبعا لاحكام الشرع طبعا حسب الكتاب والايه والسنة يعني القاضي كان قاضي شرعي شوف مشاكل الناس ويحلها حسب الكتاب والسنة انا قلت تاني هو بيشرف على الاوقاف ونظام الحزبة الحزبة دي احد بيقوم بعمل زي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده نظام الحزبة انا لو بتكلم عن شخص اسمه المحتسب اللي هو بيحتسب عمله لوجه الله ويقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر حاجة كده يعني اشبه بتنظيم العلاقات بين الناس بطريقة تتماشى مع الكتاب والسنة المسؤول عن هذا الموضوع اللي هو نظام الحزبة والاوقاف كان القاضي مين القاضي الاول في الدولة الاسلامية هو النبي صلى الله عليه وسلم اي حد عمسطر يبقى قاضي يختروه لا طبعا لازم الشروط ومواصفات زي ما انت اخترت الخليفة بمواصفات والوزير بمواصفات فلازم كمان القاضي يكون له ايه مواصفات مسلم عاقل بالغ يعلم جيدا الاحكام وايات القرآن الكريم وتفسرها ولديه سلامة حواس يعني سلامة الحواس يعني يرى يسمع دي اسمعها الحواس والتحلي بالاخلاق واحد يقول لي يرى واسمع ما كل الناس بترى وتسمع لا يعني سلامة الرؤية تبقى رؤية جيدة سلامة الحواس من حيث كل الحواس الممكنة الشم والتزوق والحاجات دي مهمة طبعا لانه ممكن يعرض عليه مشكلة فلازم هو يتحقق بها بنفسه من دقة تنظيم الحضارة الاسلامية لنظام القضاء خدوا بالكو الحتة دي مهمة ان القضاء كان فيهم تخصصات يعني مش الموضوع مفتوح ان القاضي يعمل كل حاجة لا كان هناك تخصص قضائي في الدولة الاسلامية صح ولا غلط صح كان في قاضي للجنود وده اول حد عينه كان الخليفة المهدي زمن الدولة العباسية اللي احنا بنسميها دلوقت زي المحكمة العسكرية كده يا ولاد في قاضي لأهل الذمة اللي هما اليهود والنصارى اهل الكتاب ودول كانوا عايشين في ظل الدولة الاسلامية يعني لو حصلت مشكلة عن واحد من النصارى يحكم بينهم او يحكم بين النصارى قاضي النصارى او يحكم بين اليهود قاضي اليهود اذا هو يفصل في المنزعات بين اهل الدين الواحد المنصب ده ظهر بكسرة ان انت تعمل تخصصات في القضاء في الاندلس وده القسرة المستعربين فيها يعني المستعربين اللي هما اهل الاندلس الاصليين المسيحيين لما دخلنا وعملنا فتح اسلامي في الاندلس فهم فضلوا على دينهم ولكنهم تحدثوا اللغة العربية وبدأوا يفهموا تقاليد وعادات العرب يعني بالبلد كده تعيشوا ويأخذوا العادات والتقاليد العربية فهم اصولهم ليست عربية ولغتهم ما كانتش عربية تحدثوا اللغة العربية ودول اهل الاندلس الذين تحدثوا اللغة العربية وتعيشوا في ظل الدولة الاسلامية في الاندلس فدول بنسميهم المستعربين تعالوا بقى نتكلم عن الشرطة دي وظيفة مهمة جدا في الدولة الاسلامية مجموعة جنود الخليفة بيعتمد عليهم او الوالي داخل ولايته علشان يحفظ الامن والنظام في جناء او مفسدين نقبض عليهم ده في النهاية هيوصلنا لسلامة المجتمع وتحقيق الايه الامن انا محتاج الشرطة وتحقيق الامن اي حد عميستن ان نختار يبقى راجل شرطة قولنا لازم ببقى فيه شروط يا جماعة اولا لازم يكون سياسيا بارعة يعني يعرف يتصرف في المواقف عنده عقلية رصينة يعني عائل وبيعرف يوزن الامور جيدة لازم يكون عنده شجاعة ويكون نزيه في تعاملاته مع الناس خلوكا في سلوكياته طبعا الراجل الشرطة او المسؤول عن الشرطة ده بيبقى منصب مهم جدا وخده بالكو كتير قوي كان ساعات الوالي لما بيكون رايح في مكان او هيغيب لفترة معينة لامر معين كان اللي بينوب عنه في الولاية هو رجل الشرطة او كبير الشرطة ده بقى اللي كانوا بيسموه قائد الشرطة صح او متولي الشرطة او صاحب الشرطة اللي احنا دلوقتي بنسميه مثلا وزير الداخلية اللي هو بيبقى مسؤول عن الشرطة في البلد مش اي حد زي ما انا قلت يتولى هذا المنصب اللي هو متولي الشرطة اوقات الشرطة وفي معلومة اسرائية برضو حابب اقولها لكم من باب العلم بالشيء اللي هي كتاب الوزارة قال دعائم الحكم اربعة نفر خليفة ابو جعفر المنصور كان بيقول عبارة جميلة بيقول ما احوجني الى ان يكون على بابي اربعة نفر لا يكون على بابي اعف منهم خلاصة الكلام الراجل بيقول نفسي يبقى معايا اربعة يسندوني لان دول ارقان الملك لو هم كويسين الملك يصلح ويبقى تمام مين هم الاربعة دول يا عم ابو جعفر المنصور القاضي لا تأخذه في الله لو ما تلائم يعني قاضي بيحكم بالعدل وصاحب شرطة اللي هو لسه ينعلي المتولي او القائد بتاع الشرطة ينصف الضعيف من القوي يدي الناس حقها وصاحب خراج اللي هو المسؤول عن جباية الاموال ماله يستقضي ولا يظلم الرعية يعني ياخد المطلوب وما يظلمش الناس فإني عن ظلمها غني انا مش محتاج اظلم الناس ولا الناس تدع علي اما الرابع مين يا عم ابو جعفر قال صاحب بريد اللي هو المسؤول عن ديوان البريد اللي انا قلتلك عليه المسؤول عن المرسلات من الخليفة الى الولاء او من الولاء الى الخليف صاحب بريد يكتب خبر هؤلائي على الصحة انا فهمت من المعلومة دي ان صاحب البريد ده كان برضو من ضمن مهمه اللي هو المسؤول عن ديوان البريد هو يلقي الاخبار الولاء للخليفة يعني كان بيدي تقارير كده فطبعا التقارير دي لازم تكون رايحة في محلها من غير ما يظلم حد وتكون بعيدة عن الهوى او الاهواء الشخصية كده احنا فهمنا ان الشرطة منصب مهم واجبات الشرطة في المجتمع الاسلامي ومهمها خدوا بالك كان لها عدة مهام لو في حكم صادر او في حد من الحدود اللي لازم يقام على حد من المجرمين مين اللي ينفذوا الشرط نفذ الاحكام طيب مين اللي يحمل خليفة والولاء في الامصار لو حد حب ينقلب او يعمل ضدهم اي مشكلة الشرط تحمل خلفاء وولاة الامصار مين اللي يساعد الجيش ضد اعداء الدولة في المحافظة على امن المجتمع في الداخل ايضا الشرط مستر لسه في نقطة حفظ الاسواق ومساعدة المحتسب في اداء عمله الله مين المحتسب ده بقى اللي هو بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وده كان حاجة اسمها الحسبة او الحسبة وده كان مسؤول عنها القاضي لسا ايلين ها دلوقتي يبقى تنفيذ الاحكام حماية الخلفاء والولاء من اي منوئين يعني ناس بتواجههم او بتكيد لهم المكائد في الداخل ومساعدة الجيش وحفظ الاسواق ومساعدة المحتسب هي دي واجبات الاي يا جماعة الشرط في المجتمع الاسلامي طيب يا مستر اذا كانت الشرطة منوط بيها حفظ الامن الداخلي وتنفيذ الاحكام ومساعدة الجيش وحفظ الاسواق ايه اخبار الجيش ايه موضوع الجيش في الدولة الاسلامية والبحرية الاسلامية تعالوا بقى نتكلم بالراحة خالص كده لان الجيش موضوعاته مهم الجيش الهدف الرئيسي منه في الدولة الاسلامية خدوا بالكو نقول الهدف الرئيسي نشر الدعوة الاسلامية وتأمين حدود الدول تاني نشر الدعوة الاسلامية وتأمين حدود الدول انا قلت لك في البداية خالص ان رسالة الاسلام للعالم كله وان من خصائص حضارة الاسلامية العالمية نشر الدعوة الإسلامية بداية تكوين الجيش يا ولاد بالراحة كده كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان قائد الجيش وده تكلمنا عنه قبل كده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقطر المعارك اللي هيدخلوها المسلمين وبقى عندنا أكتر من جيش فكان لازم الخليفة يسند قيادة الجيش إلى قائد يتسم بالشجاعة والحزم يبقى من مهمة القائد بتاع الجيش أنه هو يدعو إلى الإسلام ويؤمن حدود الدولة ويكون له صفات أن يكون شجاعا حازما يحسن أو لديه حسن التدبير في معلومة طبعا ملغية مش عندكو أن في منهج السنة دي معدتش موجودة أن عمر بن الخطاب كان مقسم الدولة الإسلامية إلى عدة أجناد دي نشيلها طب في معلومة مهمة أن عبد الملك بن مروان في عهده بقى لأ إن معدش فيه زي الأول أن الناس بتهتم بأمور الجيش لأن كان خلاص معدش فيه حروب كثيرة فالناس بدأت تتقاعص عن الجندية فجعل عبد الملك بن مروان التجنيد إجباري علل بسبب تقاعص كثير من المسلمين عن الحرب مش بس كده وانشغلهم وانشغلهم في الحرف والمهن المختلف فالراجل قال لهم لا إحنا كده مش هنسيب الجيش تجنيد بقى إجباري هنا الأسلحة يا مستر في العصر الإسلامي كان فيها نوعات نوعين من الأسلحة يا أولاد أسلحة خفيفة استخدمت زي السيوف والرماح والأقواس وده طبعا أساسي جنب الدروع لازم يقوم معاك درع معاك سيف معاك رمح معاك الأقواس طب الأسلحة الثقيلة غالبا كانت بتبقى المنجنيك النار الإغريقية أي مادة حارقة أستاذ يعني إيه المنجنيك دي أولاد آلة حربية كانت بتستخدم في قزف الحجارة أو السهام أو ممكن تقول كل ما يمكن قزفه من أكساب كانوا بيحطوا على أي حاجة كده تقيلة حجر كبير كده ويقوموا شدين اللحبال بقوة فاتوا أم طيار الحجر تضرب بقى صور توقعه تضرب أي مبنى عالي المهم الهدف منها إن هي كانت بتستخدم في اقتحام الأماكن المختلف مصطر البحرية الإسلامية بالنسبة لي البحرية الإسلامية فيها أسئلة مهمة وإنتوا عارفين إن المسلمين كان لازم يبقى عندهم سلاح في البحر يقوموا بأعداءهم الفكرة جات منين لما كان معاوية بن أبي سفيان واليا على الشام أرسل إلى الخليفة أنا ذاك مين كانت الخليفة في وقتها يا أولاد كان عثمان بن عفان وهو ثالث الخلفاء الرشدي بعت له معاوية يستأذنه في إن هو يفتح جزيرة كبرس لإنها منطقة بالنسبة لنا مهمة وممكن يجي لنا منها ضربات من البيزنطيين فأزن لها عثمان وفعلا بدأنا نكون مجموعة من السفن وخضنا معارك كتير كان أشهرها معركة كبرس معركة فتح كبرس دي كانت سنة 28 هجرية وجوارها معاركة مشهورة جدا من المعارك الحاسمة اللي أنهت السيادة البيزنطية للبيزنطيين في البحر المتوسط المعركة دي كانت اسمها ذات الصواري كانت سنة 39 هجري ومعلومة عام مليكو المعركة دي كانت بيقودها من المسلمين عبد الله بن سعد بن أبي الصارح اللي كان والي على مصر وكان ضد كوستانتين وده كان يعتبر خليفة هراك وغرقنا سفن البيزنطيين وانتصارنا نصرا مؤذرا خلي بالكو المسلمين اهتموا بإنشاء السفن وعملوا لها أماكن مخصصة احنا بنسميها دور صناعة السفن ودي أمثلتها كانت موجودة في جزيرة الروضة الروضة طبعا في مصر وكان فيه مناطق بتصنع السفن في الشام وفي تونس وفي الأندلس حتة بقى بتاعت مصر ودورها في البحرية الإسلامية مصر كان لها دور عظيم جدا وده بيذكروا التاريخ ارجعوا لعصر صلاح الدين والقائد بتاعه اللي كان اسم حسام الدين لؤلؤ حسام الدين لؤلؤ اسمه مشهور في عالم البحرية الإسلامية اللي تصدى للصريبيين ونجح في إغراق سفنهم وعاق وصول إمداداتهم في الشام وما تنسوش انه هو واجه كمان إرناط الصليبي اللي هو رينودشتيو لما حاول يهجم على السفن الإسلامية في البحر الأحمر لما مصر بقى التابعة للمماليك حاولوا المماليك ان هما يرجعوا مكانة الأسطول وهبته الأسطول المصري وبدأ الظهر بيبرس يهتم بالنحية البحرية وكان بيوشرف بنفسه على دور الصناعة في الفستات وفي جزيرة الروضة وفي اسكندرية وابدوميات خدوا بالكو بنعتبر ان بيبرس هو مؤسس البحرية المملكي في معلومة إسرائيلية ممكن ما تجيش في الامتحان بس المعلوماتكو حب برضو نضيف قاعدة بتشجع الفهم مش الحفظ كان في مؤرخ صليبي اسمه سيبوس كان بيقول قد ايه مصر كان لها دور لما حاول المسلمين ان هما يقتحموا بيزنطة في عهد معاوية وان من مصر جاءت الكثير من السفن والراجل بيقول بلغ عدد السفن الكبرى حوالي 300 سفينة ارجع واقول تاني ان البحرية الاسلامية سلاح مهم جدا في الدولة الاسلامية وان القسطول نشأ في عهد عثمان واللي طلب منه ده معاوية واستخدمنا القسطول في معارك بحرية مشهورة منها معاركة فتح كبرس وفتات الصواري والمسلمين اهتموا بانشاء دول صناعة الصفن زي ما قلت في الروضة الشام في تونس وايضا الشام وفي تونس وايضا في الاندلس ما تنسوش ان احنا كمان نقول ان مصر كان لها دور عظيم في البحرية الاسلامية بكده يكون انتهت محاضرة النهاردة وان شاء الله نشوفكم على خير في المحاضرة القادمة وعايز اقول لكم حاجة ربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ مصر ان شاء الله ربنا هيعدي الايام دي على خير ونشوفكم في امان وفي سلام السلام عليكم ورحمة الله